واحد من أعظم ملوك الدنيا راح مغرب الأرض وراح مشرك الأرض ليما وصل بين السد وبعدها بنى سد وردم على قوم هيكونوا علامة من علامات يوم القيامة من هذا الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل يوم سهلا معاكم سلطان حبالي واليوم حنتكلم عن الحلقة الأربعين واحدة وربعين شا زي كده من حلقة من سلسة البداية والنهاية سلسة تاريخية الدينية لما كان الله سبحانه وتعالى يعني لوحده جل فيه علاه وعدين الأنبياء بصبقنا النبي واحد وعدين حنخش في الدول والأمم ونهي ما نوصل للدولة السعودية نحن فيها الآن بس كل ما بتزم أسألك كيف حالك كيف حالك قل لي يا طيب القلب كيف حالك الله يديم الصحة والعافية علينا جميعا يا رب وإن شاء الله دائما نكون بسطين وفرحانين في هذه الحياة ودائما نتذكر أن السعادة هو شعور أنت اللي تصنعه بذاتك ملازم يصير لك حاجة في يومك عشان تكون سعيد لا عادي يمكن تبتسم أنت تكون دام المرأة تكون سعيد كفادي حاول تصنع يعني سعادتك بنفسك ولا تربطها بأي شيء تاني خارجي عشان لو الشيء الخارجي هذا ما كان موجود يوم الأيام لا تكون تعيش طلع عمرك تمت صاحبه هاشتاك درر المهم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لازم أنوه أن هذا المحتوي يحتوي على الإسرائيليات لا تتتصدق ولا تكذب في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن عيسى عليه السلام منه كيف كان يشفي المرضى ويوحي الموتى وتعرفنا على الشخص اللي شبها لبني إسرائيل أنه هذا عيسى عليه السلام وبعدين ذبحوه وبعدين رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء إلى آخر القصة وفي هذه الحلقة هنتكلم عن شخصية غامضة حيرة العلماء هل هو نبي؟ ولا هو رجل صالح؟ ولا هو عابد؟ ولا هو مين؟ شخصية ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال أيضا إنه هو واحد من أعظم ملوك الدنيا ورحلات هذا الملك سطرت في التاريخ نحن تكلم اليوم عن ذو القرنين أقالنا أول مرة يسمع ذو القرنين كده يحسبه شخصية ظالمة وشخصية طاغية من لقبه؟ لكن في الحقيقة هو شخص جدا صالح وجدا عابد وجدا عادل صلو يروح من مشارق الأرض لمغربها عشان يصلحها يصلح الأرض ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى لدرجة أن الناس قالوا هذا نبي بس بعض الناس جاءوا قالوا لك لا ما هو بس مجرد ملك ما هو نبي واللي جاء يقول لك هذا رسول واللي يطلع مرة فوق قال لك هذا واحد من الملائكة بس المتفك عليه غالبا أنه هو ملك صالح كان وزيره الخضر ومنزلت أنه دائما يشاور وكان دائما في مقدمة الجيش طب مين ذو القرنين هذا؟ مين يعني مين هذا الشخص اللي لقبه بذو القرنين؟ مين ده؟ أهل التاريخ اتفقوا على أربع أقوال منهم اللي حدد الزمان ومنهم اللي حدد الشخص بمعنى حدد الزمان يقول لك يعني من الواحد من الأقوال يقول لك هو شخص عاش في زمن إبراهيم عليه السلام وأسلم على يده وطاف معه وإسماعيل عليه السلام حوالي الكعب هذا قول فيه الناس اللي حددوك شخصه يقول لك هو إسكندر المقدوني إسكندر المقدوني هذا شخص ولد قبل الميلاد يعني قبل الفين هذا اللي نحن فيها بربعمائة سنة وبأربع قرون ويقول لك هذا الشخص كان عنده سلطة على الفرس واليونان أو الروم لذلك يسميه بذو القرنين وفيه الناس اللي يقول لك هو أساساً عربي من حمية وفيه القول الرابع اللي يقول لك أساساً هذا ملك فارسي اسمه كوروش فهذه الأقوال المهم طب هو ليش سميه بذو القرنين برضو الناس اختلفوا في ليش هذا سميه بذو القرنين ففيه ناس يقول لك هو أساساً كان يلبس أخوذة فيها قرنين أو فيه ناس قالوا لأنه أساساً خراسه كان فيه قرنين كده واللي قال زي ما قولنا في القول الفوق انه عشان حكم الفرس أو كان له سلطة في الفرس والروم فذلك يسمي ذو القرنين وفي الناس اللي تقول لك عشان هو شخص طواف طاف المشترك والمغرب فذلك يسمي ذو القرنين وأخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة هذا البني آدمي لمن قريش أخبرت اليهود أو راحت عند اليهود تيبه مساعدة من اليهود إنه تيبه شي عشان زي ما يقولوا تحشر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تخلي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني في رد على أسئلتها فرحوا عند اليهود قالوا لهم إيش في أشياء كده نخلي الرسول مو عارف يروت على سئلتنا ومدريش فقالوا لهم أسألوا عن ثلاثة شيء عن رجل طواف في الأرض اللي هو ذو القرنين وعن الفتية اللي هم أصحاب الكهف اللي هم ما أحد يدري عنهم واسألوا عن الروح فرحوا قريش عند رسول صلى الله عليه وسلم ووجهوا له هذه الثلاثة أسئلة فأنزل الله سبحانه وتعالى وقتها قصة أصحاب الكهف وقصة ذو القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكر فذكرنا الله سبحانه وتعالى قصة ذو القرنين لمن رح من مغالب الأرض لمشارك ورحلة القوم لايفكهون عشان يمحي الفساد ويدعو للإيمان فقيل إنه الله سبحانه وتعالى أعطاه التمكين والقوة ووسائل وإمكانيات عشان يستعيم بها في المهمات المختلفة اللي تكون في حياته ما حد ينافسه على وجه الأرض ورغم كل اللي عنده القرنين من الله سبحانه وتعالى ذو القرنين ما جاء قاعد في محله وقال أنا خلاص الله يعطاني كل هذه العطايات وهذه الهدايا وهذه الإمكانيات خلاص أنا قاعد في الأرض وفي البيت وما سوى الحاجة لا راح حاول طاف الأرض من مغاربها لمشاركة ما قاعد ما قاعد في محله وقال خلاص اللي بيفسد يفسد وأنا بقعد في محلي اتبع ذو القرنين للإسباب والسفاد من الأشياء اللي منحها الله سبحانه وتعالى له إنه وسائل وطرق وغيرها أحسن استقلالها وبدأ ينشر الدين قالوا أن رحلة اللي راحة من مغارب الأرض لمشاركة بلغت خمسمية عام خليني خمسمية عام خليني ندخل شوية في رحلات الثلاث اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن رحلة المغرب ورحلة المشرك ورحلة بين السدين فنبدأ برحلة الأولى وآتيناه من كل شيء سببها فأتبع سببها حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية وفي ناس أو في قراءة ثانية يقولك في عين حامية خليني نتكلم في عين حامية بعد نروح لعين حامية فلما نوصل لذل قرنين جهة المغرب جهة مغرب الأرض هو مكان تغرب فيه الشمس في عين حامية والمقصود بالعين الحامية إنه الأرض كانت عبارة على الماء ثم صارت طين ثم جف هذا الطين لما صار طين أملس ثم تكسر هذا الطين لما صار لونه أسود داكن أسود أسود وقيل إنه العين الحامية هو بحر عميق داكن تغرب في الشمس يعني مو تغرب تغرب في الشمس بس زي ما نشوف انه نحنا لما نشوف الشمس تقرب فهي تقرب عليها وتقرب فوق في قراءة في عين حامل العين الحار فلما نوصل ذو القرنين هذي الأرض وجه قوم مفسدين بس فيهم الصالح يعني فيهم الطالح والصالح ربح الله سبحانه وتعالى لذلكارنين انه يحكم بينهم فقلنا ذلكارنين اما ان تعذبه واما ان تخذ فيهم حسن فختار ذلكارنين الدعوة بالحسن ثم بعدها يحكم بينهم بالعلم لانه الله سبحانه وتعالى ميزه بالحق والتواطع والرحمة بس أي شخصة مرض علينا حنعذبه عذاب في الدنيا ثم يرد إلى ربه في عذبه عذاب شديد وأما من آمن وعمل صالحا فلهو جزان حسن وسنقول له من أمرنا يسرى حنعاملوا باليسر ثم بعد توجه للمشريق مكان طلوع الشمس ثم أتبع سر حتى إذا بلغ مطلع الشمس يوجدها تطلع على قوم اللم لا جعلهم من دنيا استرق وللمعلومية لما يقول ذو القرنين راع جهة المشريق أو جهة المغرب ترى أنا ما أعرف فين بالضبط في الخريطة ما عندنا لأي معلوم لأن القرآن ما فصل في قصته وعطان المفيد المهم وجد ذو القرنين في ذاك المكان اللي في المشريق وقيل إنهم كانوا عراية لما يستروا جسمهم من الشمس وخيرهم نفس الخيارات مع القوم اللي كانوا في جهة المغرب عبد الله أو اللي حيتمرد ما قالوا لن نصيبه واللي عبد الله ويكون معانا في الإيمان ما أرضو ما قالوا لن نصيبه ثم انتكل ذو القرنين إلى بمين السدين حتى إذا بلغ بين السدين يوجد من دونهما قوما لا يكدون في قهون قونا وهنا ما حدد لا جهة المغرب ولا جهة المشريق المهم دخل ذو القرنين هو وجيشه شق موجود بين جبلين اليوم السدين فهو داخل كذا لقى قوم كذا عندهم بقلة فطنة وقلة ذكاء بقلة حيلة ولغتهم غريب فكذا دول القوم قادمين كذا يشتكوا ذو القرنين يشتكوا من مين؟ من يأجوج ومأجوج لأنهم كانوا مفسدين وطاغين في الأرض هارم لأنهم قابحين السبل عن القوم دوله وأنه ننقدنا هذا القرنين ننقدنا هذا القرنين خير إنهم هذو القوم يعرفوا ذو القرنين لسمعته مشور في الأرض وقوة ومكانته طبعاً قال ممن فشرحوله ومين هما يأجوج ومأجوج إنهم قوم كثير ومفسدين وطغاء ويهلكوا الحرث والنسب وطلبوا من ذو القرنين المساعدة مقابل إنه يعطوا المال والذهب والفضة والكلام يعني هذا القرنين يعطيك هذا الأشياء بالله يساعدنا من يأجوج ومأجوج على الأقل بس سوي حاجز بيننا وبينها يرس دول قرنين يكلمهم ويسمع لهم ويكلمهم ويسمع لهم قيل إنه يحتاج سبعين مترجم عشان يفهم الكلام اللي يقولون قيل ما قول إنه لغتهم كانت ضعيفة شوية أو ما هي مفهوم وفي قول إنه ما يحتاج سبعين مترجم لأمكر الله سبحانه وتعالى إنه يفهم لغة القوم دول قال من بعد ما أكلموا وعرضوا علينا القوم الجاه والمجاورات وهذا الأشياء أتوقع دول قرنين قبل العرب قال لا قال إنه أمكنني فيه ربي خير وأعينوني بقوه يلا يا جماعة الخير اشتغل ونسوي الشيء اللي تبغوين طلب منهم إنه يجمعوا رجالاتهم رجالهم وآلاتهم يشرمنوا السد العظيم اللي بينهم وبانه يجوجه ما جوجه يمنذ قالت هو ردم مو سد وفيناس دخلوا في هذا التدقيق إنه هو سد ولا الردم سد ولا الردم إلا ما أكثرية الناس وأقربية الناس قالوا لك يا جماعة الخير أساساً الكلمتين في نفس السياق هي مترادفة ، هو ردم، بس هو أساساً كان سد أو حائز بينهم يمكننا أن تذكروا في هذا التطبيق جدا يعني صراحة اللي بيلاقي الكلام حيلاقيه في الوصف المهم فجاب زي ما أقول لنا ذو قرنين طلب منهم رجالاتهم وآلاتهم عشان يبنوا هذا السد وقال يلا يا جماعة خير يعني حمس القوم عشان يشتغلوا الأرضهم مكانهم وينقولهم من إيش إلى ناس عاملين ومنتجين وقال لهم حامل بينكم حاجة يا أجوج وما أجوج ما يمديهم يمصرون لكم أبدا إذا أنتم أعينوني بقوة يلا فعمل خطة وطلب منهم أشياء يجيبوه وبعد ما جبتوا الأشياء المطلوب منكم زي الحديد والنحاس يلا نبدأ شغل جيبوا قطع الحديد ثم مركموها كل عما بعض لين يصير بين الجبلين هذا أو بين السدين كل حديد ثم أوقدوا نار لين ما ينصير هذا الحديد كل تحمى بعض وبعدها أوقدوا على الحطب والفحم عشان يصير نار وبعدها فرقوا على النحاس المذاب عشان يصير صبة واحدة سد كاما جعل بين الطين هذا النحاس طمس طاعم وإيض هروه هو طمس طاعم لهنا لا يقدروا يتسلقوا ولا يقدروا ينقبوا وكذا بني هذا الحاجز وكان رحمة لهم رحمة للقarm هو يوضح لهم إن هذا الحاجز هو أساساً رحمة من الله وإنوا هدا الحاجز س بفق تعرف مفتح مفتح من collects وإذا كان برجحة أنه س порядفة و تجيب هذا الأكل و تحطه في يده و تقول لهم كله هذا الأكل إلا اللي فقدت عزيز ما تأكل للأكل هذا على ما قاتل هذا الكلام ولا واحدة من النساء أكلوا الطعام اللي في يده فقالت سبحان الله كلكم فقدتوا عزيز فقالوا إي والله ما منا إلا فقد ولدنا عشان تحس بنفسها الإحساس وتصبر نفسها و هم يصبروا بعض لأنه في أخير حياتنا أو سنة الحياة الفرج أما كان السد اللي بناه ذو القرنين فجأت روايات قد الدنيا في اللي يقول لك هو بجهة بلد الترك في اللي يقول لك بجهة أرمينيا واذربيجان واللي يقول لك هو في الصين في الأخير مكانه مو معروف ما في نص مؤكد إنه هذا المكان وهذا السد هناك والمتفق عليه إنه كيف مات ميتة مات فين قبروا كيف كانت آخر حياته ولا شي يذكر من القرآن بس اللي اكتفى القرآن به عرض حياة دول القرنين العظيمة اللي هي الإحلاج وليما ردم على يا جوجو ما جوجو اللي هما داما يحاولوا يحفروا هذا السد وراته واللي كل ما يحفروا 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 وليما يتعبوا آخر النهار يروحوا يستريحوا فيبيرجوا مرة تانية هتلاقوا هذا الحفرة اللي يحفروها فجأت زي ما هي بأمرين من الله فإيش قصة يا جوجو ما جوجو وكيف هيخرجوا في آخر الزمان ومين اللي حقد عليهم كل هذا حنعرفوا الحق الجاية ببداية للنهاية ساعة تمانية التوهيد السعودية بإذن الله بس قبل ما أقول سلام أتكلم معاكم مجد كذا كلام كلام كذا من قلب لقلب فعليا والله الفترة الأخيرة مبسوط بالمحتوى اللي أقدمه طبعا في اللونغ فيديو بس إني أقدم محتوى في اللونغ اللي هو بكذا بالعرض ما هو أحسن لي من لما أقدم في الشورت اللي هي أي شي فيرتكل أو أي فيديو كذا فيرتكل ليش يا سلطان اللونغ ترى مرة يتعب ترى مرة يتعب ترى مرة يتعب بشكل مو طبيعي يتعبني أنا ويتعب اللي تحضر لي ويتعب اللي يمنتج لي شوفتوا الثلاثة كلنا يتعبنا ليش ترى أنا سلطان ترى تقريبا نزل 13 مقطع في الأسبوع ما شاء الله تبارك الله ومنهم الواحد اللونغ والاثنى عشر الشورتس كلها أشياء مرة كثيرة ننزل فلما ألاقي أشياء أو زي ما يقولوا الإنسان يستمر بإيش؟ بالنتائج لما مثلا يتعب 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 وبعدين يشوف نتائج ينبسط ويكمل الصمارية في الشورتس أو في البرتكلس أنا أشوف نتائج ما شاء الله تبارك الله على طول فتلاقيين أتحمس 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 سواء نتائج رقمية أو حتى نتائج مادية ما يهم في الأخير نتائج في اللونغ حتى فلوس ما في فعليين يعني 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 ما أدري تعرف أنتم موضوع اللي هو اللي أظن الفلوس في تكتب في يوتيوب ما أدري حتى أنا والله أنا ما أعرف فاهم بس كل ألف مشاهدة ما أدري الكلام ذا فاهم والله ولا شيء التناتيف عشان مثلا خليك تكمل فما أدري حتى جربت مثلا هذه تانكس اللي هو الميزة هذي اللي هي شكرا من شيء ما أدري ما أعرف هل فيها مثلا هل هي يختلف في الحياة هذه ما أدري فأنا أنا أكلمكم كذا هل فعليا يعني خليه مثلا يقول سلطان كنسل طبعا هذا الكلام مرقع فلطفط جدا بس اللي بيشوف يشوف ما بيشوف خلاص قدني قلت هناك ساعة ثمانية وقلت سلام بس أتكلم معكم من جديد يعني أفكر معكم هل الكلام أو هل مثلا تشوفوا مثلا أنه خلاص سلطان ينزل مثلا فيديوهات مثلا يكنسل لونغ هذا والتعب اللي حق اللونغ يصير يعوضوا في الشورت مثلا بدل 13 مقطع في السبوع يصير مثلا 20 مقطع في السبوع وسيصير بداية والنهاية مثلا تروح تيك توك مثلا ويصير كل يومين كل يومين كل يومين كل يومين يصير نزل 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 ليش؟ الانتشار فيها عالي الانتشار هناك فيها مرة عالي ما شاء الله تبارك الله ويصير المردود أعلى فأنا يصير حميسة للأستمر هنا ما عموما فهمتوا صح؟ يومين دقيقة أفكر صلاحة؟ هل أنه مثلا تصير ركز في الشورتس؟ أو أو ممكن يصير كل أسبوعين لونغ؟ أو زي ما أنا كل أسبوع أدوني إراءكم وإقتراحاتكم في الدسكريبشن في الأخير نقول الله يوفيكم ويفقنا سلام